في مبادرة وطنية قام ملتقى إعلاميون بشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة بمنطقة الرياض ولأول مرة في المملكة بتنظيم ندوة عنوانها إعلامنا في الحج بحضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين تم في نهاية الدورة إطلاق واسم وطن منيع في رسالة للمحرضين والحاقدين على الوطن الغالي في مبادرة وطنية نظم ملتقى إعلاميون لأول مرة في المملكة بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة بالرياض ندوة إعلامنا في الحج بحضور نخبة من الإعلاميين والأكاديميين نفخر في إعلاميون باستضافتنا لندوة إعلامنا في الحج لأول مرة يتم التطرق من قبل ملتقى إعلامي متخصص في المملكة العربية السعودية لحدث الحج من الناحية الإعلامية والحمد لله انتهت الندوة على خير وشارك فيها متخصصون من الجامعات ومن الوزارة ومن ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي وصلنا على الأفلام الخصيرة كان لوزارة الثقافة والإعلام الدور المهم في إبراز الدور الإعلامي في موسم الحاج لهذا العام 1650 شخص من وزارة الثقافة والإعلام والحياثة التابعة لها كلهم عملوا بقصار جهدهم من أجل خدمة الإعلاميين بشتى دول العالم القادمون لتغطية مناسك الحج أكثر من 30 عربة نقل أكثر من عدد كبير من الجهات الإعلامية بزيادة 20% من الجهات الإعلامية الخارجية بالفعل كان هناك خطط أتمنى بإذن الله أن يكون هناك نجاح أكبر في المواسم القادمة إن شاء الله المؤسسات التعليمية كان لها الدور البارز والمتميز في تدعيم العمل الإعلامي الذي يسهم في خدمة الوطن دور الجامعات دور مؤسسات التعليم العالي في أنها تساعد مؤسسات الإعلام في إبراز هذا الدور من هنا جاء الشراكة بين الجامعة العربية المفتوحة وهي مؤسسة غير ربحية وملتقاء إعلاميون شراكة استراتيجية من أجل التدعيم العمل الإعلامي الذي يسهم في خدمة الوطن الندوة هذه الليلة جاءت من أجل إبراز الضوء على نجاح وسائل الإعلام والخطة الإعلامية التي أبرزت جهود الحج جهود المملكة العربية السعودية في الحج فدورنا كمؤسسة التعليم عالي أن نبرز ما أبرزته وسائل الإعلام في نهاية هذه الندوة قام ملتقاء إعلاميون بتكريم بعض الجهات الإعلامية وإطلاق وسم وطن منع كانت كرسالة للمغرضين والحاقدين على هذا الوطن الغالي أتت ندوة إعلامنا في الحج والتي كانت بتنظيم وتنسيق من ملتقاء إعلاميون على تقديم الرسالة الإعلامية التي تعكس دور الإعلام بالمشائر المقدسة في موسم الحج لهذا العام خالد التميمي الإخبارية الرياض